لكن أيضاً للمواني البحرية والجفة عندنا خمس مواني بحرية وجفة تم تمفزها وتطويرها ميناء شرق برسعيد البحري العريش النهاردة بيتحول إلى ميناء على أعلى مستوى الأنطارة شرق البري ميناء نوابع البحري وميناء طابة البري بتكلفة تجاوزة الـ 44 مليار جنيه الصورة دي يا فندم ميناء شرق برسعيد في 2014 إنما النهاردة أنا بأتكلم هنا على الجزء الفقط الشرقي دي كانت الصورة في 2014 النهاردة حجم التنمية اللي قدام حضراتكم في 22 دي الصورة أو 23 النهاردة بتوري قد إيه التنمية الكبيرة مع الاستثمارات اللي ضختها الدولة مش فقط في زيادة سعة الميناء ولكن في البناطق الأخرى التنموية وتأهيل المنطقة الصناعية خلف الميناء عشان تبقى إطار متكامل لعملية تنمية الجزء الشمالي من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وده شكل طبعاً حجم بقت حاويات والتجارة اللي بقت موجودة في هذا الميناء الكبير النهاردة مع كل هذه المواني ميناء نوابع البحري النهاردة تم تنمية وتطويره بتكلفة 350 مليون جنيه عندنا ميناء العريش اللي وجه فخمط الرئيس بتحويله فعلاً أيضاً لميناء من المواني المحورية على مستوى البحر المتوسط وميناء يبقى داولي إن شاء الله وبيتعامل فقط بيتحول بين ميناء بسيط للصيادين إلى ميناء متكامل بتكلفة النهاردة تتجاوز الأربعة مليار جنيه المواني البرية دا شكل الميناء طابة البري بعد تطويره وكل دي الحقيقة مشروعات كلها بهدف ربط سيناء سواء بمصر أو بالعالم زي ما قلت لحضراتكم في مجال البنية التحتية الحقيقة اللي اتعامل في سيناء وبحق هو إنشاء كامل لبنية تحتية متطورة وده كله بغرض استعاب الزيادة السكانية الكبيرة اللي بتواجه مصر وأيضاً استعاب الاستثمارات اللي احنا كلنا النهاردة بنخطط وبننفذها في مصر